من الموضوعات اللي شغل الناس دايما هي الدايت ونقدر نقول كده ان ده الترند المستمر دايما المشكلة ان فيه ناس اول ما بتسمع كلمة دايت بتتوتر وممكن بدل ما تحاول تقلل اكلها بتزوده او حتى تروح تعمل نظام دايت مش ماشي مع طبيعي الجسمها المشكلة الاكبر ان فيه ناس كتير فقدت الامل اصلا في الدايت ومهما حاولوا بتحس انه ما فيش فايدة وما فيش امل فبعد شوية بتبطل الدايت وترجع تاني لأسلوب الاكل الغير صحي احنا النهاردة جايين عشان اقولكم انه لأ في امل وان الانظمة الغذائية تغير جدا ودفتنا النهاردة قدرت انها تبسط موضوع الدايت وتخليه سهلة على كل الناس ويمكن ده اللي خلي عدد المتابعين ليها يعادل 2.600.000 متابع منورنا في الستوديو صاحبة فيديوهات عزيزي الدايتر الدكتورة نيلي شمس استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة رئيس الجمعية والمصرية للتغذية والارشاد الصحي لبيكم ودايت في دقيقة بشرة عزيزي الدايتر اليو اس نيوز اعلنت عن اقوى 3 دايتات للتخصيص في 2023 ورا وقلم بقى واجتبي معايا سبت الكل اول دايت هو الويت واتشر واللي بيعتمد على تقنين كميات الطعم والحركة يعني مش منعين نوع اكل معين قننوا حتخسوا تاني نوع هو الدايش دايت والدايش دايت بيعتمد على الخضار والفكهة مليان فايبرز او قليف ودا اصلا دايت بيعالج الضغط العين تالت واحد هو المايكلينك دايت خضار وفكهة وحبوب والتالسي دايت ودا برضو معتمد على الخضار والفكهة ايه دا هو ايه الحكاية الخضار والفكهة بيخسسوا يعني ناكل خضار وفكهة عادي مفيش حاجة نمنعها ناكل خضار وفكهة هنخس اه الاكل بيخسس على فكرة ها كله هتخسوا اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيكي ركو مع التقديم الحلوة دي لا انت استهديها يا دكتور ربنا يخليك حبيب اصلا اول ما دخلت علي الستوديو بالابتسامة كده انا حسيت كده على طول ان فيه جود فيب كده النهارنا فيه ايجابية في الحلقة الحمد لله مرسي يا دكتور دكتور عايزة اعرف انت ازاي ابتديتي من الاول خالص تركزي في موضوع علاقتك بالتغزية على السوشيال ميديا الاحتياج يعني هو ناس كتير جدا عندهم مفاهيم خاطئة لما بعض مع البيشنت في العيادة او الحالة في العيادة بلاقي عنده مفاهيم خاطئة جبتها منين جبتها من السوشيال ميديا وانا من صغري بحب الاداء والتمثيل وكنت لطيفة في التعبير يعني وانا صغيرة فالناس الكرول اللي حوالي قال لي تم تجرب يا دكتور قلت لهم لا ما يصحش وعيب ودكتورة وبتاع قالوا لا جرب وقد كان يعني الواحد ابتدى والحمد لله بفضل الله ربنا اراد انه الموضوع ينتشر بالشكل ده اول فيديو عملتي فاكرة فاكرة جدا كنت في عيادتي القديمة وكنت بتكلم عن علاقة الزوج بالزوجة لانه دايما الزوج بيبقى ليه امباكت او تأثير قوي جدا مع الزوجة في موضوع الديد ده والتخصيص يعني هو بيبقى ياما دافع كويس ياما دافع شرير فكنت بحاول اوجه رسالة انه يتكون دعم ياما تسمني اشتغل مع الحالة علشان اعرف اوصل لانه الستات بيتأثروا جدا نفسيا بالعلاقة الانسانية قصة مع الزوجة يعني ممكن اسألك سؤال انت اصدق ان هو مثلا بيحب يأكل بالليل فهي بتأكل معاه ولا اصدق ان هو منكد عليها فهي عايش تأكل زيادة اقول عادي لا هو اول حاجة لو هو اللي دفعها ان هي تخس الطريقة بقى اللي بيدفعها ان هي تخس بيها عاملة ازاي يعني لو هي حاجة بحاجة شياكة وإيجابية وانتي صحتك وبتاع بيتبقى حاجة لطيفة لكن فيه سيدات بيجوا لي بعياته بالدموع علشان الضغط العصبي اللي الزوج بيعمله انا مش هاجبني شكلك وهو الى اخيره فده بيأثر جدا على رحلتي مع الحالة الحاجة التانية العادة طبعا يعني هو عادة بيبقى عايزها تخس واول ما تبدأ تشم نفسها وتنزل في الوزن شوية تلاقيه عمل ايه بقى الحلويات بقى والمغفوزات والاكل الفضيع اللي هي بتحب ويبدأ يجيبه السيكولوجية دي الواحد لسه بيحاول يدرسها ويفهمها يعني فكنت بوجه رسالة انه يعني اعمل واحد اتنين تلاتة عشان تساعدني انه الستات تخسي يعني ما ينفعش يبقى سبجكتي ما ينفعش ان انا حد يقولي يخسي او تخاني فانا اسمع كلامهم بسي احنا عندنا الموضوع طبي يعني حضرتك لازم يبقى عندك نوع من انواع الدراية امتى تعوزي تتخاني او تخسي الكتلة الدهنية المقبولة للسيدات لا تتعدد تلاتة وتلاتين في المية من توتل الوزن ليه بنقول كده لانه وانس الكتلة الدهنية زادت زادت معها جميع الامراض التي تتخيليها دكتور حوقك ثانيا الكتلة الدهنية دي انا عرفها ازاي بطريقتين في طريقة عملية موجودة في عيادات التغذية والجمات وكده اللي هي بحاجة اسمها البايوالكتريكال امبيدنس او جهاز بنقف عليه عشان نعرف توزيع الجسمنا عاملة ازاي بس طبعا مش كل المركات بتبقى بتدينا نتائج اكيروت او دقيقة ولكن فيه طريقة تانية سهلة جدا ان حضرتك تكوني المقاس بتاع هدومك ما بيزتش لما يزيد حتلاقي انه فيه تكتل للدهون في مناطق معينة خصوصا منطقة البطن دي اخطر حتة هي دي الحتة اللي مرتبطة بجميع الامراض المرتبطة بمرض السمنة اللي هي بنسميها السمنة المركزية وعايز اقولك انه فيه فوق 300 مضاعفة او مرض ممكن يحصل نتيجة ان كتلتك الدهونية تعدت 33% واسواقها انواع كتير من السرطانات زي سرطان استادي فهي الفكرة انا حخص عشان صحتي وحخص عشان ابقى راضي عن نفسي عشان نفسي انا ساعات بتقل ساعات رجلي بتوجعني ساعات بحس ان انا مش بعمل الحاجات اللي انا كنت متعودة عاملها هو ده اللي يخليني ابدأ خس مش عشان حد بعينه ايا كان مين قال لي خسي او اتخان لانه سبحان الله الافكار مش شبه بعض انا بفكر بطريقة وبشوفك بطريقة وانتي بتفكري بطريقة وبشوفي نفسك بطريقة فما ينفعش ابقى بعمل ده عشان ارضيك وده من اكبر اسباب فشل بضعيت على فكرة ان انا ببقى بخس عشان ارضي فلان طيب فيه جملة دايما يا دكتور بتقوليها مفيش اكل بيتاخن يعني ايه يا دكتور الرز والمقارونة والعيش دول ايه يا فندم الاكل عشان يتخانك لازم تكليه بكميات كبيرة جدا اكتر من قدرة جسمك على الحرقة وتكوني بتكليه بلا وعي يعني بشكل مبالغ فيه ده انا بتكلم على مين انا بتكلم على الناس الطبيعية اللي ما عندهمش اي مشاكل هرمونية ولا فيسيولوجية تؤدي الى زيادة الوزن لانه ممكن مع تطور الزمن يجيلك اي مشكلة هرمونية زي مثلا غدة درقية عندك تخمل يحصل مشاكل في هرمون الانسولين يؤدي لان قابليتك لزيادة تبقى عالية ولكن انا بتكلم على الناس العادية ليه انا بوسم الاكل واعمل حاجة اسمها فود شايمينج كأني بقول ان الاكل هو مشكلة تخني لأ سلوكك مع الاكل هو مشكلة تخني ازاي بنتعامل مع الاكل فيه نظرية طبعا كلنا عارفينها انه الدنيا او الاكل في الدايت مفروض ان انا بحسبه بالسعرات الحرارية وفيه نظرية علمية اسمها ثيرمو ديناميك بتقول ان حضرتك بحزبة معينة او معادل حسابية اقدر اقول لحضرتك حضرتك محتاجة سعرات حرارية عشان تعيشي دي اول حاجة تاني حاجة علشان تتحركي الحركة اليومية بتاعتك تالت حاجة لو هتعملي او نشاط بدني ازيد من الحركة اليومية وزودي على ده ان احنا واحدة بنحتاج طاقة عشان ناكل نمضغ يحصل عملية الهضم والامتصاص الى اخيره اذا حضرتك محتاجة كم سعرات معينة وصدها لو اخدتي نفسي كم السعرات مش هتتخني اكلتي اقل هتخسي اكلتي اكتر هتتخني نيجي بقى المفهوم ان الاكل بيتخن تخنك لو اخدتي منه كميات كتيرة لنوص من نشويات خصوصا ليه اللي هتتخني هي الفكرة كده اصلا ما بحط ايدي في حلة المحشي ما بوقفش اكل ايه عشان انت عشان عارفة هتأكل محشي فبتوقفي اكل من الصبح عشان تخشي على حلة المحشي تقضي عليها لكن لو موزع الاكل على اليوم واخدتي المحشي بتاعك في طبق واحد هيتخنك ليه بالعقل كده وبالمنطق احنا بنتكلم هنا عن ناس الاصحاء طب دكتور انتي انا واحدة لازم اروح لدكتور علشان خاطر اعرف انا محتاجة يقدي ايه سعرات حرارية ولا دي حاجة امكان اعرفها مع نفس ممكن تعرفيها بطريقة لطيفة جدا كانت فيه دراسة علمية منزليها بابر لطيفة ان لو انا سيدة اضرب وزني بالكيلو جرام في عشرين لو انا رجل بضرب وزني في اتنين وعشرين ده المتوسط اللي حضرتك المحتاجات هيتطلع لي رقم كبير قوي لا مين قالك الكلام ده هنقول وزن الكم لا تونيش لا لا مش هيتطلع رقم كبير لان انتو يعني متوهمين انه الاكل اول ما بتشوفيه بيبقى في دماغك سعرات كتيرة قوي لا اونس ان حضرتك عملت حاجة اسمها تقنين لكمية الاكل وحطتيه كله في طبق واحد عمره ما هيتخنك طيب دكتور دلوقتي انا عايز اعرف منك اعرف ازاي انا حرق بطيء ولا لا طيب ولو هو بطيء اعمل ايه عشان ما يبقاش بطيء طيب هو مفيش حاجة اسمها حرق بطيء يعني خلينا نتفق انه انا طالما عايشة في الدنيا بعد 8 ساعات من نومي انا بحتاج حاجة اسمها بيزل ميتابوليك ريت يعني انا بحتاج سعرات حرارية عشان اعيش وده بيبقى الحرق الاساسي فانا كل واحد فينا محتاج سعرات وعنده قدرة على حرقها عشان يتنفسوا اعضاء الحيوية تشتغل رقم اتنين قمت اتحركت حنزود عليهم النشاط اليوم رقم تلتة ابتديت اعمل بقى اروح اعمل نشاط رياضي اروح جم بتاع حطيت عليهم سعرات كمان اذا دي قدرتي على الحرق كل يوم طيب انا بقى حضرتك قلت في بداية الحلقة الدايت بقى ترند انا بسمع من هنا ومن هنا ومن هنا كلام كتير عن الاكل منها ان انا مفروض اقلل الاكل جدا لان هو مشكلتي عشان ايه عشان اخس وقفت اكلي السعرات الحرقية اللي انا باخدها من الطعام بعدت جدا بقى فيه جاب ما بينها وما بين الحرق الاساسي بتاعي اللي انا محتاجه عشان يعيش فسبحان الله ربنا خالق جسمنا زي الكمبيوتر اول ما يشم خبر انك بطلتي اكله ووقفتيه فترة وده اللي انت متعودة عليه يبدأ يعمل ايه في الحرق يعمله بوز يعني هيوقفه مؤقتا لان هو متصور جسمك انك قعدة في مجاعة في مكان ما فيهوش اكل فانا عشان السيرفايبل او عشان افضل عيشة في الدنيا لازم الحرق يتأثر اذا عاداتي اليومية هي اللي بتأثر على قدرتي على الحرق برضو احنا بنتكلم على مين الاصحاء اللي ما عندهمش مشكلة تؤدي الى ان الحرق عندي يبقى بطيل انا واحد ما عنديش ايه مشكلة صحية عاداتي بقى اليومية ما باكلش خالص طب انا قلتلك انه في حاجة اسمها او اني لما باكل بحتاج سعرات حررية عشان اهضم وامضغ وكذا انت ما بتكليش خالص الجسم حس ان فيه مجاعة فبيخلي الحرق ايه اپ ان داون خلاص حاجة تانية بتتحركيش احنا في سيدانتري لايف ستايل وسترنايزد اللي هو بنسميه المجتمع الغربي اللي معتمد من لي على الايه العربيات والموصلات انت بتعودي على الكنبة في الليبنج وبتبقي قعدة كل حاجة بريموت وفيه ناس بتساعدك في البيت وهو الى اخير وفين حرقتك اللي هتصرفي منها سعرات حرارية هي الفكرة كلها في الانفيرومينتال فاكتورز او في عادتنا اليومية طب يا دكتور دا كده معناه ان حدريك بتقولي لي ان الصيام اللي هو بيتعامل المتقطع دا مش كويس طب بقى بس عشان موضوع دا عامل ترند اليوم انت جاندي على السوشيال لا اصلا حدريك بتقولي دلوقتي ان انت لما بتعفي بقك خالص جسمك ما بيحقق اقل طيب انا عايزة بس الناس تفهم عشان السوق التفاهم اللي حصل الصيام المتقطع شكل لليوم هو ليس نوع دايت نوع دايت هو ان احنا نلعب في نوعيات الطعام ونسبها علشان نخس كمية ونسب ونوعية انت في الصيام المتقطع بتعملي ايه بتنظم اليوم وقت التكلفي وقت التنتنعي عن الاكل فيه يبقى هو مش دايت تمام كده نيجي بقى للصيام المتقطع الصيام المتقطع كوسيلة لمنزول الوزن ما عليهوش دراسات طويلة المدى يعني بقالها فترة طويلة عشر خمستاشر سنة وما تعملش على عينة من الناس عملته عددهم كبير الاف عشان نقدر نطلع استنتاج علمي نعممه على الناس الصيام المتقطع علشان نستفيد بفوائده هو مليان فوائد ان انا الانسولين هرمون اللي ممكن يكون سبب مشاكل الناس كتير عندها مقاومة انسولين مع السمنة فده بيؤدي لانهم بيبقى عندهم نهم للسكريات مش عارفين يخسو بيبقى ايه فاقل درجاته وانساين لانهو مرتبط باكل الحاجة التانية الجراس هرمون او هرمون النمو اللي هو المفروض بيحفز الحر وبيخلي العضلات عندي بتبقى كويسة بيعلى جدا الافراس بتاعه وقت الصيام الحاجة التالتة العملية البايولوجية في الجسم جسمي مع الصيام المفروض بيحصل حاجة اسمها اطافجي او انه الخلايا الميتة بنتقدر نتخلص منه ولكن سوء استخدامنا للصيام المتقطخ هو المشكلة ازاي سوء يا دكتور انه ظهر مثلا دلوقتي حاجة اسمها اوماد اللي هو وان ميل بير دين حضرتك 923 ساعة في اليوم وتاكلي وجبة واحدة خلاص انه مع الكيتو دايت الناس اللي دلوقتي بيعملوا كلهم كيتو انتي ما بيجعيش انتي بتعملي ايه تطبيط لهرمون الجوع فممكن تعود يومين من غير ما تاكل لدرجة لأ دي حقيقة انا بقولك ده اللي بشوفوا عندي ده مصح ده مصحي مين بقى يقول صحي ومنا مش صحي ده كاترة السوشيال ميديا ده كاترة السوشيال ميديا اللي يطلعوا يقولوا لا ده لو كانوا ده كاترة يعني هي الفكرة في الترندات اللي بتطلع ايه حدوك قلت الديترند فالديت بالنسبة لناس كتير قوي حاجة هتجيب لي بقى موضوع ناشتتكلم فيها طبعا طبعا انا هنقلك يا خبرتي الشخصية انا اجيب بحث علمي عشان انا عندي خلفية طبية فاقرهولك واقولك اعملي كذا لا الموضوع مش كده الموضوع لازي بيبقى كاستمايز كل واحد غير التاني خالص احتياجاتك والنيتز بتاعتك غير التاني مينفعش اجي الطفل مينفعش اجي المراهق مينفعش اجي الواحدة حامل واحدة بتردى واحد كبير في السن وقل له سوم 23 ساعة وكل وجبة في اليوم هو ده اللي انا قلته وماينفعش حضرتك تتمادي في ايه في السيام طب تعليلي بقى لبعض الدرسات اللي قالت انه السيام السيدات اكتر من 14 ساعة بيؤدي الى لغباطة هورمونات حتى لو وقت النوم اكتر من 14 ساعة فترة طويلة من عمرك شهرين 3 ما لهاش علاقة وقت النوم او لأ انا عايش عليه ده ما هو احنا بنتكلم هو في الصح ايه اللي بيحصل بقى ده يؤدي الى لغباطة هورمونات يعني ايه يعني لو الدورة الشهرية عندك ممكن تبقى فيها عدم انتظام لا يصح الوحدة دخل على حمل هي بتستعد للحمل وعندها مشاكل مثلا في الفرتليتي او في الخصوبة انت كده بتلغبطي هورموناتك لانه احنا ما يحتاجين ان احنا ناكل بشكل لائق وبانتظام علشان جسم ياخد الغذى الاساسي بتاعه واذا كان ده غير مثبت علميا زي ما انا قلت لحضرتك عشان الدرسات العلمية لسه مش قوية ولكن عندنا في حاجة اسمها مبدأ طيب بي فرست دونو هورم ينفع عشان اطلع اقول للناس سوموا 16 ساعة في اليوم وده ينفع لكل السيدات غلط اهلا بيكم دايت في ديئة ست خطوات حيخصصوك عزيزي الدايتر من غير دايت اول حاجة اشرق كباية مية قبل كل وجبة تاني حاجة امضغ بالراحة جدا جدا وريح في النصة 5 دقايق وسط الوجبة خلي المخ يكلم المعدة ثالث حاجة ابدأ بالخضار والبروتين قبل ما تاكل النشويات الرابعة كل من طبق واحد ما تاكلش من السينية او من الحل وزع واجباتك عزيزي الدايتر في اوقات منتظمة اخر حاجة نام ارجوك نام اللي ما بينامش بيجوه وبيت قاسكي او اقلاقين انا كطبيبة حتحاسب على الكلام ده بس يا دكتور او اولا لو انا واحدة مثلا بتنام او اكشلي بتاخد اخر ميل او اخر واجبة ليها الساعة 7 ده المفروض انه تمام اوكي يعني مفروض مشكلة اه تفتري ماكس مام تاني يوم تسعة الصبح بالزبط هو ده اللي انا بقوله ده في مشكلة نيسي تعيش علي اربعتاشر ساعة هو ايوة انت دي عندك مشكلة انه واحدة تعيش عليك عندي مشكلة انك تزاو ديها تفتري تاني يوم الساعة واحدة الساعة اتنين هي دي المشكلة المشكلة في ايه انه في بعض الناس جالها مشكلة هرمونية فانليه عرض نفسي لكده طب هو الـ 12 لـ 14 ساعة السيام ده وحش طب اعمليهم بس واستماري عليهم خلال بقى عشان دي حتة مهمة جدا الفترة بتاعة الاكل اللي هي بنسميها الفيدنج ويندو اللي هي ما بين السيام والسيام اللي هما العشر ساعات كولي كويس كولي كويس ده ملوش علاقة بانك سايمة بقى انتي صمتي خلاص ما تروحش بقى تاخد وجبة واحدة مثلا وتقول خلاص كده هتأخذي منها على العناصر الغذائية كلها زي مستحيل عندك قدرة على انك تكل كمية معينة وجسمك عنده قدرة معينة محدودة على انه ياخد من الوجبة الوحدة عناصر الغذائية معينة حاجة كمان ما تجيش بقى وانتي بتعملي السيام بتاعك تعملي لي ايه واجبة كونسومية ساعد وتقول لي هو ده السيام المتقطع او تشيل النشويات تماما من حياتك بالكيتو فترة طويلة تقعد عليه سنة سنتين وتقول لي هو ده صح لا هو مش صح حتى لو نفع معاك وحتى لو انت ارتحت وحتى لو خفتي من السكر النوع التاني لا نستطيع تعميمه واي طبيب بيتفرج علي هيفهم انه ده القاعدة بتاعي تشغلين جنراليزيشن دي ما ينفعش نطلع نقول ده نقول الاعتدال اعتدل يا فند كلي نوعي ما تحرميش نفسك من الاكل ما تحشيش فضاية طول الوقت ده نكد انتي كده بتنكدي على نفسك فين المتعة في الحياة كما قلنا خلف الكواليس ماشي يا ضبط طيب هقولك سؤال مش عارفة هيعصبك ولا الحقن اللي بتتاخد عشان التخصيص اللي هي زي حقنة الناس اللي هي عندها سكر لا ده ما يعصبنيش ده الموضوع في سوق تفاهم كبير جدا جدا طيب احنا كأطباء علشان نوصف وصفة طبية لازم الدواء اللي احنا بنكتبه يكون FDA approved او مصرح به من منظمة الغذاء والدواء بمعنى انه تعامل عليه دراسات علمية واوثبت انه هو الايفاكت او تأثيره كذا وانه هو آمن على صحة البشر تعالي بقى اللي بيحصل في سوق الدايت الادوية اللي موجودة ومطروحة في سوق الدايت متنوعة فيه ادوية مصرح بها من ال FDA وفيه ادوية بنقول عليها من تحت السلم اللي هي بيضاف لها بعض العناصر للأسف الشديد ممكن تؤدي الى مشاكل كثير لما نجي نتكلم على الابر اللي شبه ابر السكر بدون ذكر اسمها اللي هي بتتاخد بشكل يومي لانه لا التانية اللي قلتيها دي بتتاخد كل اسبوع خلاص لكن اللي بتتاخد بشكل يومي اللي هي بناخدها تحت الجلد دي مصرح بها من منظمة الغذاء والدواء ان هي بتقلل وبتثبت ايش هي يعني احنا كأطباء بنكتبها لحالات معينة احنا عندنا فيه زي هرم كده على اساسه بنقرر اذا كنت محتاجها ولا لأ لازم اشتغل معاكي 3 شهور دايت متوازن بلايف ستايل او بطريق تقيشة فيها تعديل عن عادتك الحالية وتنزلي من وزنك ونركز بها عشان الناس اللي سامعينا 5% فقط في الثلاث شهور لو نزلتي 5% فيما فوق يبقى انت مش محتاجها دواء دا بالحقن اليومية اللي حضرتك بتجيب عليها امال بايه دا بالضايت العادي وبالتغيير ممط الحياة يعني انا ما اكتبش الحقن دي الى لما اشتغل معاكي 3 شهور للاول بعد الثلاث شهور نزلتي 5% من وزنك فيما فوق يبقى انت مش محتاجها وتكون انهي الانواع ضايت تسوحنا وحدة تقول لك دا انا بقى لي سنين هومري كلها بعمل ضايت ومش عارفة خيس ممكن ما تكونيش عملتي صح بس الحقن دي يا دكتور ما يفعش حد ياخدها غير لما يرجع للدكتور الاول طبعا قولا واحدا يا جماعة دا ليه بقى؟ لانه هي الحقن دي بتتخذ بطريقة معين يعني احنا لازم ناخدها بأب تايتريشن يعني ما ناخدهاش مرة واحدة بالجرعة الكاملة لانها بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن تسبب يعني مشاكل صعبة الحاجة التانية مش اي حالة زي ما قلت لحضرتك بتتكتب لها انا اشتغلت معاك خسيتي اخليكي تجيبيها ليه هو ده فلوس على الارض بعدين حاجة كمان غير الفلوس انت حتبقي اعتمادية عليها يعني انت لما تاخذيها وهي توقف لك شهيتك عن السكر وعنه وهي افاكتف على فكرة هي كويسة بس انت اعتمدت عليها ما تغيرش في الهرمون زي دكتور من القولون علشان ساعة الاكل علشان يعمل تحفيز لمركز الشابة هم اخدوه الشركة اخدته وعدلت من شكله عشان يفضل اطول وقت ممكن في الدم فانت دلوقتي اخدتي حسينك شبحانة ومش محتاجة سكر فهديتي نفسيا فاعتمدت عليه طيب انا علشان برضو اشتغل معك بشكل اقلاقي هشتغل 3 شهر للاول نزلتي 5% هقولك انت مش محتاجة ما نزلتيش بقى وانت عملة اللي عليك يعني انت 100 كيلو نزلتي 5 كيلو تمام خلاص هكمل ما نزلتيش منها لازم اساعدك بفرماكو ثاربي او بدواء بس يبقى مصرح به دي مين دي اللي بتتاخذ كل يوم اما بقى اللي حضرك بتسألي عليها اللي بتتاخذ كل اسبوع فهي دواء بيكتبوا دكاترة السكري والغضض الصماء لمرضى السكري من اعراضه الجانبية ان اكتخسي خلاص انا كاستشاري تغزية ما بكتبوش مقدرش اكتبوه برضو ده عشان انا ماشي بالاثكس او بالاخلاقيات انا حول الحالة لما ما تنزلش على الاولاني اللي الدكتور بتاعها بتاع السكر وهو اللي يكتبوه وهو اللي يقول اذا كانت محتاجة ولا لأ ولكن بتنزل بتنزل بشكل شرعي هل في تحليل بتتعامل قبل ما حضرتك تكتبيه الحقنة الاولانية اللي هي اليومية اللي هي اختصاص هو انا باخد تاريخ مرضي يعني انا لازم اعرف هل حضرتك مثلا لقدر الله جالك اي نوع من انواع السرطانات المتعددة ولا لأ وهل جالك اي نوع من انواع السرطانات بتاع الغضة الدرقية انت او حد من قسرتك هو مش هنقدر نقول ان الدراسات قالت انه بيحصل من الابرة ده لا طبعا ولكن علشان نتوخى الحظر الدراسات الاولانية اللي تعاملت على الابرة دي في بعض عشان الناس كلها بتسأل على الحتة دي بعض الفئران او يعني عدد محدود جالهم موضوع سرطان الغضة الدرقية ده فهما يعني الرابط ما بين الدوب ما بين سرطان الغضة الدرقية ممكن يكون في قولان يعني هي الحتة دي اللي لازم اخد فيها التاريخ المولد وزي ما قلتلك انا قريدي شغالة معاكي ثلاث شهور فعارفة اولك من اخرك وجايبة التحليل وعارفة كل حاجة طب دكتور ايه هو الافردش اللي المفروض الانسان الطبيعي يخسه في الاسبوع وهو عامل دائر مش عارفة ليه حسنه سؤال شخص تعلم دي حقيقة شخصي جدا مستغلك النهاردة يا دكتور لا برسي هقولك على حاجة العلم بيقول انك لو قللتش 500 سعر يوميا من احتياجك هتخسي نصف كيلو في الاسبوع اوكي ولو قللتهم وقمت عملت رياضة هتخسي من نصف كيلو لكيلو في الاسبوع حلو كده؟ ما يفعش بقى ما فيش اتنين كيلو ما يفعش بقى ما شفتي بقى ما يفعش بقى انا ارد الرد ده ليه؟ لانه كل واحد غير التاني طبعا اكي عارفة اكتر عامل يقول لنا حضرتك هتخسي قد ايه في قد ايه وده موجود باجمع الرأي الادهرنس ان حضرتك تلتزمي على قد ما تقدري بالتعليمات الخاصة بحالتك بالضايت اللي مكتوب لحالتك كل ما تبقي ادهر انت اكتر او ملتزم اكتر كل ما اقدر اقيملك هتخسي قد ايه في قد ايه بعدين انت عايزة تقرني نفسك بواحدة مثلا بديت ضايت بتاعها وهي مثلا 140 كيلو لا طبعا معدل نزول وزنها هل هعامل بقى قول ده؟ والسن بيفرق صح ولا لا؟ حركة الايه؟ قلت سن صح لا طيب عشان بس الموضوع ده مهم تريند برضو مش هنعقد الناس عشان بتجبر يا جماعة احنا عندنا السن بيفرق في الحرق بنسبة قليلة وضعيفة جدا يعني تكاد تكون 3-4% كل ديكايد كل عشر السنين فمحدش علق بقى شماعة انه هو بيزيد اصلا انا بتسمعها بود اصلا انا عديت التلاتين تلاتين ايه يا فندم اللي انت عدت يا بتعملي اللي عليكي؟ بتتحركي؟ اللي هي الاصل مش قادرة؟ لا مش هنقول السن هنقول انه حضرتك بادية بوزنة قد ايه؟ الادهرنس او التزامك قد ايه؟ بتتحركي ولا لا؟ ما خد نهاش في الكلاس ما فيش حاجة اسمها حرق واحد في المين يا بنتي ما فيش حاجة اسمها كده والله بيتحكوا عليك شماعة ها؟ ركزوا اي حد عايش بيتنفس بيصحى من النوم بيتحرك بيقوم ممهامه اليومية عنده قدرة على حرق السعرات نعرفها منين اضرابي وزنك في 22 لو سيدات في 20 لو رجالة في 22 الرقم اللي هيطلع ده هو قدرتك على حرق السعرات في اليوم المشكلة ان انت مش بتشغليه ما بتتحركيش ما بتنظميش ما بتكليش فجسمك عامل ترن اوف شوتداون للحرق علشان خاطر ان مش بتكلي عيد الوعيشة عالضايب لكن مفيش حاجة اسمها حرق ايه ضعيف الا لو عندك مشكلة بايولوجية او هرمونية حتى جينيا وراسيا لو عندك حرق ضعيف تدري بالحركة تخليه زي الفل ها؟ لكن واحد في المية دي مش موجودة في الوجود يعني ما تاخدوا اسألوا المتخصص طيب انعلا حضرتك لعبة سريعة لعبي اوكي لابندايت اللي هو خلي الدسم ولا كامل الدسم كامل الدسم قولا واحدا اقول لك العلم دلوقتي في 2022 قالك مفيش فارق ما بينهم الفارق بعض السعرات حل؟ طيب احنا دلوقتي عندنا المشكلة في كامل الدسم هي نوع الدهون اللي فيه انه هي ساتيوريتة فات او دهون مشبع طيب الانسان اللي صحيته كويسة ما عندهش اي مشكلة لو وزع دهون مشبع على اليوم ما بين بقى اللبن كامل الدسم وما بين الجبن اللي فيها هذه الدهون وما بين ان انا اخدها في الاكل في شكل سمنة او زيت اللي هي مش هنقول زيت بقى هنقول سمنة ما فيش اي مشكلة ان هو ياخد كامل الدسم نيجي بقى للي هو عنده مشاكل ديسلايبيديميا مشاكل في دهون الدم أو عنده هايبرتنشن ضغط عالي أو عنده مشاكل في القلب ده أنا بحسب له بقى تغذية علاجة بحسب له هو المفروض دهونه تبقى دقيه خلال اليوم طبعاً دي كيسز آه وأبطيدي أشتغل عليه طي الفرق ما بينهم سعرات الدهون المشبعة مهمة جداً خصوصاً ليه الأطفال ليه المراهقين ليه الست الحامل ليه الست اللي بترده عشان تشبع يعني ما نعممش إنه خالي الدسم هو الصح في الدرب شاي أحمر ولا شاي أخضر آه الاتنين مفيدين والاتنين حلوين والاتنين لما بيوساء استخدامهم في الدايت بيدره الشاي الأخضر يتميز عن الشاي الأحمر إنه هو فيه مضادات أكساد بس نبقى متأكدين من مصدره لأنه فيه كثير من البرانز بتاعت الشاي الأخضر ما بيبقاش فيها الفايدة الغذائية اللي أنا بتكلم عنه شاي بلبن ولا من غير لبن ده مزاجه بقى يا فنم هجاوب على دي ازاي أنا مزاجي في الشاي بلبن لا هو بصي الشاي بلبن مش عارفة سبحان الله برضو طلع ترند دليل على إنه الناس بتعشق وبتموت فيه وهو دايما زي ما بقولك الترندات إن أنا أمنع وأحرم الدارج طيب إيه مشكلة الشاي بلبن ممكن نقول حكتينه ومشكلة أصلحنا فوائد اللبن مش حنق يا فنم خدي فوائد اللبن من حتة تانية غير النص كوباية اللي انت يتغذيها في الشاي بلبن وديها الكالسيوم ده ودي من حتة تانية أصل اللي مش عارفة هيزود السرق أصو بيثبت الوزن يا فندم الشاي الأحمر اللي احنا بنحط فيه اللبن ده ما فيهوش سعرات حرارية انت بقى ليكي كسيدة من اتنين لتلات حصص ألبان في اليوم اللي هي تقريبا بتبقى كوباية 240 ميل احسابي ألبانك من اللبن انت بتحطيه من حصص ألبان جبنة زبازي انت دلوقتي اخدتي كوبايتين شاي بلبن أو ثلاث كوبايات في اليوم حطتي فيهم كوباية ونص ليكي عليهم كوباية ونص تخديهم لوحدهم فين المشكلة قص السكر ما هو ده بقى موضوع تاني احنا جدا منتكلمش على الشاي بلبن احنا منتكلم على السكر بتحطي فيه بقى كم معلقة سكر تقوليني بحط معلقة معلقة ونص يبقى هو ما فيوش مشكلة برضو من السكر بتاعك لان انت ليكي وده هيعمل ترند اربع معالق سكر ممسوحين يوميا عادي جدا كسيدة سكر عادي ولا سكر دايت ابيض اه خلاص والراجل يبقى اخدوا الشوكولاتة بدل الاربع لا انا بتكلم عن السكر الابيض المضاف اوكي والشوكولاتة ما فياش حاجة على فكرة انك تاخذيها ده موضوع تاني لكن انا بتكلم على ان انا ممكن ااخد لحد اربع معالق في اليوم اوزهم على كوباية الشاي بتاعتي لو انا ست وست معالق في اليوم لو انا راجل طيب بتاخدي بقى ست معالق سكر في الشاي بلبن انت كده عندك مشكلة تعالي بقى نشوف هوا انت عندك ليه شوجر كريبنج ليه عندك نهة من السكر تعالي نعالج النقطة دي مش تقولي ليه ابطل شاي بلبن لا الشاي بلبن جميل وحبيب لا لا شاي بلبن لا شاي بلبن غلط شاي بلبن خطر الشاي بلبن بيسبت الوزن الشاي بلبن بيتخن الشاي بلبن في منتهى الخطورة انك تاخديه وانتي بتعملي دايق دكتور شاي بلبن اهو يا انت جنق شاي بلبن شاي بلبن أقول لونه اسكت إخراس هذا الشاي بلبن حبيبي هذا الشاي بلبن عشقي أريد أن أقول لكم أن أنا كنت مخلصة نص كباية شاي بلبن وأنا أقرأ السؤال الشاي بلبن ليس له أدنى علاقة بثبات الوزن ولا بالتخن طالما تأخذ باعتدال ولا تأخذه بدل الطعام الشاي أصلاً لا يوجد سعرات حرية اللبن نفسه سواء اللبن ستختاريه نص كباية أو كباية عادي جداً وأنت محتاجه آخر حاجة عايزة أقول هالك ملاقوش في الورد عيب قالوا الحمر الخدين ما نعلقش بقا أنت بتحبيش أكل كده؟ أحبه جداً ده مزاجي الأكل بالليل بيتخن ولا لا؟ طيب قولاً واحداً على حسب الدراسات العلمية الأكل بالليل حيتخنك لو بتتسلي يعني أخذت أكلك خلاص طول النهار لطيف جداً غدا عشف طر سناكس وقعدة بقى بعد ما نيمتي الزوجك والأولاد وفتحت المسلسل التركي وقعدت تتسلي إذا أنت هنا بتاخذي أكتر من احتياج إنت كمان يتخنك لو أنا طول النهار قاعدة ما باكلش حاجة خالص وفجأة قعدت على وجبة بالليل طبيعي حكل فوق تقطي طبيعي حبقى مش قادرة أوقف أكل طبيعي ممكن أخش في متلازمة النهام اللي احنا بنتكلم عنها ولكن لو الوجبة بتاعي بالليل ضمن احتياجات اليوم ومحسوبة مستحيل تتخنك خلاص إمتى يحصل مشكلة من الأكل بالليل لو كلتي ونيمتي وأنت عندك سوق هضم أو عندك بطء في إن المعدة تفرغ الأكل ساعتها هتجيلك ارتجاع مش طرفي تنامي ممكن تقومي بكابوس ده ملوكش علاقة بتخنوا دكتور نيلي أنا خلاصة شفتي أنا حسيت كده برضو يفسي عاودي أعمل معي في مسلا عشر حلقات يا رب ان شاء الله وصلت لنا معلومات كتيرة جدا مفاهم كتيرة جدا كنا فاهمينها غلط وبشكرك على وجودك النهاردة معي في ترانس وهكلمك أكيد يا دكتور عشان حبي محتاجاك في حياتي دايما ربنا يخليك يكوني شوكولاتة عادي شوكولاتة حاضر بس الدارك الدارك صحية أكتر الشوكولاتة اللي هي اللايت اللي بالميك ممكن تاخديها ابرينا ونذين بعد الوقت أوكي مرسي يا دكتور نيلي قوي على وجودك معي رب نيحليك شكرا